الأحوال الجوية القاسية نبأ عاجل سيجتاح منطقة الجنوب الغربي مجموعة من الأحوال الجوية القاسية تتمثل في العواصف والأعصير فعلى الجميع توخي الحذر والاتعاد عن أماكن الأعصير هيا بنا يا سالم لكي ننام حسنا يا عبدالله ما هذا يا عبدالله إننا نطير ما أجمل خلق الله نعم ولكن انظر هناك ماذا يحدث ما هذا إنها أحوال جوية قاسية وكيف تحدث هذه الأحوال تحدث بسبب العواصف والأعصير وما أنواع العواصف والأعصير هناك ثلاثة أنواع من العواصف والأعصير وما يحدث أمامك يسمى العواصف الرعدية وما سبب حدوث هذه العاصفة تحدث بسبب الاضطرابات الجوية من صعود التيارات الهوائية وهبوطها فيحدث تفريغ كهربائي عبارة عن ومضة ضوء تسمى البرق وصوت حاد يسمى الرعد وتتشكل رياح عنيفة قد تصل سرعتها إلى خمسين كيلو مترا في الساعة وبالطبع كما نرى يصاحب هذه العاصفة قطول أمطار على شكل زخات مطر أو كريات ثلجية هذا صحيح لنبتعد من هنا ونذهب إلى مكان آخر يجب علينا توخي الحذر والابتعاد عن المناطق الموجود بها عواصف هيا بنا هذه الرحلة جميلة ولكن انظر هناك ما هذا؟ أنا أرى إعصارا جديدا بالفعل فهذا هو النوع الثاني من أنواع العواصف والأعاصير ويسمى الأعاصير القمعية تورنيدو وما سبب حدوث هذا الإعصار؟ يحدث بسبب تقابل الهواء الساخن الرطب والهواء البارد الجاف من التيارات الصاعدة والتيارات الهابطة فيحدث دوران للهواء بسرعة كبيرة على شكل قمع متحرك وقد تسبب قوة الإعصار القمعي تحطيم كل ما يقابله معنى هذا؟ أنها من الممكن أن تقذف بالسيارات وتقتلع المباني من الأرض؟ هذا صحيح لقد وصلنا لأحد المحيطات وأظن أن هذه المحيطات هادئة ما هذا؟ إنه أعصار آخر بالفعل فهناك نوع من الأعاصير يسمى الأعاصير البحرية هوريكين وما سبب حدوث هذا الإعصار؟ سببه دوران الرياح حول مركزها في مناطق الضغط المنخفض في المحيطات الاستوائية فتتشكل الأعاصير البحرية التي قد تستمر لعدة أسابيع وهل حدثت مثل هذه الأعاصير منذ فترة قريبة؟ نعم فمن أكثر الأعاصير دموية إعصار كاترينا والذي حدث عام 2005 ميلادية وقد تسبب في قتل حوالي ألفي شخص وماذا تهدأ هذه الأعاصير؟ تستمر الأعاصير في البحار حتى تهدأ وقد تصل إلى اليابسة وتتسبب في حدوث عواصف شديدة وأعاصير قمعية ولكن بعد عبور العاصفة إلى اليابسة تقل سرعة الرياح وتتلاشى العاصفة إنها معلومات مفيدة جدا استيقظ يا سالم لقد حان وقت الذهاب إلى المدرسة حاضر يا أمي لقد كنت أحلم بمغامرة رائعة سأقصها عليك عندما أعود من المدرسة إن شاء الله إن شاء الله لقد تعلمنا اليوم معلومات قيمة هي كيفية حدوث الأعاصير والعواصف العواصف الرعدية تحدث بسبب الاضطرابات الجوية من صعود التيارات الهوائية وهبوطها وتصل فيها سرعة الرياح إلى خمسين كيلو مترا في الساعة الأعاصير القمعية تحدث بسبب تقابل الهواء الساخن الرطب والهواء البارد الجاف وقد تؤدي قوة الإعصار القمعي إلى تحطيم كل ما يقابله الأعاصير البحرية هوريكاين تحدث نتيجة دوران الرياح حول مركزها في مناطق الضغط المنخفض في المحيطات الاستوائية التي قد تستمر لعدة أسابيع ترجمة نانسي قنقر